والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها أي أن الله عز وجل يسطر على العبد في الدنيا والآخرة ويمحو عنه عقوبة الذنوب كما أرد في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوة قال يدني الله العبد المؤمن منه حتى يضع عليه كنفه أي يقربه يعني منه ويقول له عملت يوم كذا كذا يعني من الذنوب فقال أعرف يا رب فيقول الله عز وجل إني سطرتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك أما المنافقون والكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فالله عز وجل يعامل المؤمنين بهذه الرحمة وهذه المغفرة وهو عز وجل واسع المغفرة وهو الغفار الذي يغفر الذنب بعد الذنب كلما أذنب العبد واستغفر غفر الله عز وجل يعني له ومهما بلغ الذنوب العبد ينبغي أن يعتقد أن مغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوبه كما قال الإمام الشفعي ولما قسى قلبي وضاغت مذهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم أي مهما كثر الذنوب فأنا أعتقد بأن عفوك أوسع وأعظم وأكبر من ذنوبي وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أي لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا أطلق وعمم المغفرة وأطلق المغفرة وعمم بها كل الذنوب إنه الغفور الرحيم وإذا قالوا هذه الآية في حق التائبين فيغفر كل الذنوب حتى لو كان الذنب هو الشرك بالله عز وجل أما قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا في حق من مات على غير توبة فإذا كان الذنب هو الشرك فالله عز وجل لا يغفر الشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار ومال الظريمة من أنصار أما إذا كانت الذنوب دون الشرك يعني من قبيل المعاصي والإصراف على النفس فالله هو داخل في المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته فإن الله لا يغفر أن يشرك به في حق غير التائب أما قوله يا عبادي الذين أصفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه في حق التائب النفس السلام الذي يغفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر يقول توبوا إلى الله واستغفروه كان في حديث البخاري فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة مع أنه غفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر أكثر من سبعين مرة وفي صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة فنقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدلنا على كسرة الاستغفار